لم تجروا واحدة من أساتذة جامعة صنعاء إلى العودة لمنزلها فقد أحست بالخوف كاد أحدهم أن يقتلها داخل الحرم الجامعي كما كاد أن يقتل زميلا لها أثناء إلقائه كلمة ذهبت فاتن محمد عبدو إلى النقابة التي تشعر أنها توفر لها ملاذا مؤقتا لكن مليشيا الحوثي التي تختبئ خلف ما تسميه بملتقى الأكاديميين لم تترك مكانا دون أن ترسل إليه عناصرها المزودين بالبنادق والخناجر فحين اجتمع أساتذة الجامعة لمناقشة تأخر رواتبهم ثلاثة أشهر تفاجأوا كما قال تقرير نقابة هيئة التدريس بوجود عناصر من خارج الجامعة أتت مزودة بالأسلحة البيضاء وحسب البيان فقد اقتحم شاب ثلاثيني المنصة موجه خنجره نحو محمد الظاهرين رئيس النقابة ولم يتمكن من إصابته وفي ذات الوقت كانت أستاذة علم النفس تتعرض لاعتداء بالأيدي من زميل لها محسوب على ميليشي الحوثي ومعروف بتكرار اعتدائته على زملائه أساتذة الجامعة خارج القاعة أيضا كانت ابتسام شمسان تهرب من اعتداء إحد طالباتها المنتميات لذات الملتقى لكنها لم تنجو من الألفاظ التي وصفتها النقابة بالنابية وظلت ترقب ما يمكن أن يحدث لها تزداد أسماء الأكاديميين الذين يتم الاعتداء عليهم وإهانتهم أمام طلابهم وأمام العدسات وأمام تاريخهم في هذا الصرح ترجمة نانسي قنقر